لطالما تدون تحت مسمى مجهولين دون أدى مسؤولية ويبدو أن استهداف أبراج الكهرباء دخل مرحلة الحرب المعلنة بين قوى لا دولة والشعب العراقي ولمختلف القضايا حتى وإن كانت عقبات بين واشنطن وطهران فأن أذر عيران تسعى لاستخدام العراقيين كوقود لحرب الإنابة بعد يوم قاس طويل عاشه العراقيون بسبب توقف المنظومة الكهربائية في البلاد بشكل تام تحت درجات حرارة بلغت في بعض المحافظات نصف درجة الغليان استدفى مجهولون وبعملية تخريبية معتمدة محطة كهرباء جميلة القديمة بمدينة الصدر شرقية العاصمة بغداد بهدف إثارة نقمة المواطنين على الحكومة الحالية والخروج إلى الشارع لإثارة الفوضى ومن حيثيات الوقاعة التي شهدتها صلاح الدين والبصرة فإن الأعمال التخريبية تمت بتفجير عبوات ناسفة في أوقات ذروة الصيف اللاهبة بمخطط يعكس وبوضوح حجم المؤامرات التي أحيكت ضد العراقيين من جهة واستهداف الأبراج بهذه الطريقة يظهر حجم الترد الأمني من جهة أخرى الأمر الذي أدى لخروج 400 كيلو فولت عن الخدمة وانطفاء تام لمحطة البكر التحويلية ويبقى التساؤل الأهم في هذه المرحلة أين الدولة من تخريب أبراج الكهرباء منذ عام 2003 دون اعتقال أي متورط بهذه الأعمال وكشف من يقف وراءهم أمام الرأي العام فهل عجزت كل أجهزة الدولة عن ذلك؟ وكيف لها أن تحني 43 مليون عراقي وسط أبراج تطايرت معه برياح صلاح الدين والبصرة